بداية نهاد إذا بنا نحكي عن هذه الحملة لماذا أطلقتوها ماذا تعنوا بها وكيف انطلقت بعد يعني من حرير نعم طبعا موضوع لون بلدك إنه إحنا نعم بيئة البصرية للأطفال إحنا مختلفين في موضوع لون بلدك إنه إحنا كيف نقدر نصل لمراكزة صحية الشاملة وغير شاملة في عمان والمحافظات كيف نقدر نلون الغرف الأطفال المكان اللي فيه داخل المركز الصحي هو بيكون أزرق وأبيض ما فيه أي إشي يخص الأطفال الطفل أكيد رح يصير يبكي ويصير فإحنا بهذا المنتخص إنه كيف نقدر ندخل على المراكز الصحية طبعا حسب معايير ومقييس وزاة الصحة عنا موافقات إنه ندخل كل جميع مراكز صحية في العاصمة عمان والمحافظات إشي كان حلو مبتكر جديد إنه إحنا عم نشوف دائما اللوحة البصرية في الشوارع إنه إشي للبيع يعني هذا إشي لا يدل إنه على إنه بيئة سليمة نقية فإحنا حولنا هذا الإشي إنه تكون في جميع الأسوار في المراكز الصحية وداخل مراكز الصحية كيف نقدر إحنا نمكن حتى الشباب المتطوعين عندهم فن إنهم يقدروا يرسموا هاي الغرف جميل جميل ألياتكم ألف عافية ربعا حكي لنا لو سمحت عن هاي الحملة التعاون الجهات المتعاونة معكم كيف رح تنفذوها وين رح تبلشوا هل أصلاً بلشتوا ولا لا يعني كل النواحي هاي يعطيك العافية هلأ حملة لوين بلدك فعلياً انطلقت بشهر اثنين بأربعة عشر اثنين في مستشفى توتنجي كانت بمشاركة من جميع الأفريقى الشبابية كان معنا برضو مرضى بالسرطان كانوا معنا أطفال كانوا معنا مشاركين متطوعين انطلقنا بمستشفى توتنجي وقمنا بتلوين مركز الطوارئ ومركز برضو الأطفال رسمنا رسومات تخص بايروس كورونا توعية للأطفال برضو توعية للمجتمع المحلي انه كمان الطفل بس يدخل على المركز أو يدخل على المستشفى انه ما يخاف انه يشوف بس إبار أدوية دكاتري لا انه يشوف رسومات تارفوا انتو الأطفال دايماً بلفت نظرهم الألوان والحياة طبعاً خطوصاً قسم الأطفال حتى بالرسومات حاولنا نبعد شوي كورونا بقسم الأطفال رسمنا لهم فراشات ديبابا أشياء حلوة لطيفة حتى احنا نحاول انهم شوي نزيل هالخوف من قلوب الأطفال تمام احنا خلونا نشوف مع بعض إذن فيديو عشان نشوف أكتر ونتعرف على المبادرة بشكل أكبر تسعى حرير إلى أن تبدأ عام 2021 بالحياة والأمل أن تطلق حملة لون بلدك ورعى طفلك بالألوان لتلوين أسوار المراكز الصحية المهترئة ليس بسبب فعل غبار الزمان بقدر ما هو عبث من الذين لم يصلوا إلى درجة الوعي بعد للتعبير عن أفكارهم إلا بكتابتها على الجدران ونحن نريد أن نجعل هذه الجدران جداريات فنية رائعة مزهوة بالرسومات والألوان للتوعية الصحية للأطفال وزيادة رغبتهم في دخول المراكز الصحية وتلقيهم العلاج وكتابة عبارات تحفيزية تشجيعية للأطفال إضافة إلى إعادة دهان ورسم رسومات خاصة بالأطفال في قسم الأمومة والطفولة في المراكز الصحية فالإبداع ليس شيئا خارقا للعادة بقدر ما هو لحظة في حياتنا نقططفها ونعيشها ونترجمها إلى سلوك حضاري وهذا يحتاج إلى الجهود المجتمعية لترميم ما هو بحاجة إلى الحياة نعم يعني شفنا نهاد مجموعة جيدة جدا من المتعاونين معكم يعني مين رح يرسم؟ مين الفنانين رح يرسموا؟ مين المتطوعين اللي معكم؟ كيف اخترت الرسومات؟ يعني المتيري لازل نفسها الأدوات من وين؟ نعم طبعا مع المشاركة مع وزارة البيئة ومدريات البيئة والصحة أنه كمان عنا شركاء كمان يعني بنشكرهم كلهم على دعمهم الإنساني لأنه في شفافية صراحة إنجاز على أرض الواقع إحنا اليوم عم نطلب إشي لوجستز إنه يعني يدروا يدعمونا من الدهان يدعمونا من الفراشي لأنه كمان برضو يعني الطلاب المتطوعين معانا والأعضاء حرير الأمل من جميع المحافظات عندهم فن بكار يعني باستخدموا هذا المكان إنهم يستغلوا فيه ونفس الوقت إنهم يعني بطلع لهم إشي شي هادة تقديرية بتفيدهم بالجامعات كونوا عنا شركات مع الجامعات كاملة بعمان إشي حلو صراحة طبعا إما أنت تواعي المجتمع وتواعي الأطفال ويكونوا مشاركين من المرضى حتى المريض نفسه هم هو عم برسم يعني هو عم برسم حياته بداخل المركز نعم فإشي حلو يعني إشي يعني أنا حبيت صراحة طبعا والله لأن هذا أنا لازم أحكي لك شغلة شخصية يعني أنا أعتقد أنه أنت من الأشخاص اللي يعني دائما نطمح أنه يكون في عنا أكتر من هدول الناس اللي زيك اللي هون يتعاطفون مع الآخر يعني أنت دائما بتروح للمبادرات والحملات اللي فيها تعاطف مع الآخر سواء حرير سواء هذه المبادرة يعني إحنا مش شرط نكون مرينا بتجربة المرض الله يحمل جميع أو تجربة مثلا وقت حرير لما كنا عم نحكي عشان نفهم ونقدر ماذا يعني أنه الواحد يفقد صحته أو يفقد شعره أو يفقد يعني قيمة أشياءه فأنا بشكرك يعني أنا شخصيا ومن خلالنا إحنا بدوني الدنيا لأنه فكرة التعاطف هذا جدا مهمة يعني وخاصة في الأيام اللي إحنا عم نعيش فيها اليوم في كل دول العربية والأجنبية إنه عن جد يعني أنا بتفاجأ ببارح يعني فيديو كبير عم بنزله عني بقولك إحنا بدنا نكرمك بفيديو يعني جمعوا كل فيديوهات العالم وحطوها بهذا أنا أشعل بدني حسيت حالي عن جد أنا عم بعمل إشي كتير كبير أنا بتمنى من جميع الشباب إحنا مش إنه بس منصلت على حرير لا إحنا التشارك والتعاون مع فئات المجتمع والمبادرات والجمعيات إحنا مش بس حرير إحنا كل مجتمع طبعا أنا بتطلع دايما الخير على الجميع بتمنى إنه كل حدا يدعم حرير ويدعمنا إحنا ندعم بعض شباب عنا ابتكار صراحة طبعا عنا معطاء للوطن خلينا نكمله ما ندرنا نطلع على الأشياء السيئة خلينا نطلع على المشت يعني لإشي يتفائر فيه لأدام هذا اللي ندور عليه نعم طيب في عنا كمان معرض رح تقوموا فيه هو معرض المئوية بأعيننا ربا مزبوط إن شاء الله أحكي لنا عنه أكتر موعده وين رح يكون هلأ معرض المئوية بأعيننا إن شاء الله رح يكون يوم الاثنين في غاليري راس العين تابع الأمان تعمان الكبرى طب أنا رح أحكي لكم هيك عن معرض بشكل عام هلأ أول شيء المعرض رح يكون هو بصري ما رح يكون فيه حضور بتعرفي إحنا هلأ عشان كان إحنا طبعا بيودنا إنه إحنا يكون فيه حضور يكون عندنا دعوات لجميع أفراد المجتمع لأنه أي إنسان فينا بحب يعبر عن وطنه خصوصا إحنا في هذا العام عام المئوية كلاتنا إحنا زي ما تحكي وصلنا لمرحلة عاشقين للوطن ومنفتخر بإنجازاته منفتخر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الله يطول بأمره ويحفظه فإحنا من حرير حبينا نطلق فكرة المعرض لأنه بتعرفي إحنا ما منركز بس على الجانب الطفولي لا إحنا بهمنا إن إحنا نشارك جميع أفراد المجتمع نشارك الطلاب نشارك الطلاب المتطوعين من المدارس من الجامعات من المعلمين فرح يكون المعرض إن شاء الله يوم الاثنين بتاريخ خمستاش إلى طمانطاش ثلاث في قلاري راس العين من الساعة تسعة إلى الساعة تنتين هلأ رح يكون المعرض عبارة عن لوحات فنية ومجسمات بتحاكي هذا الحدث الكبير اللوحات كلها بتعبر عن الوطن بتعبر عن السياحة بتعبر عن المدن الأثرية المدن التاريخية بتعبر عن ذكرى المخبور له جلالة الملك الحسين بن طلال وكيف كانت برضو قصته مع المرض بتعبر عن مرض السرطان عن حرير برضو المجسمات المجسمات هي مجسمات واقعية عن المئوية عن شهداء الوطن يعني زي ما تحكوه هو معرض فني بصري وطني بعبر عن حبنا لوطننا في عيوننا كيف احنا منشوف المئوية بعيوننا بدون حضور رح يكون بس المشاركين هم الموجودين بالمعرض وما رح يتجاوز طبعا نعم نعم الأعمال المقدمة من مين؟ الآن الأعمال المقدمة من أكثر من مكان لدينا طلاب مشاركين لدينا فنانين تشكيليين لدينا معلمين لدينا أطفال سرطان برضو احنا بهمنا انه طفل السرطان انه نشاركوا بهاي الأعمال وبتعرفوا الآن الطلاب بالجامعات يعني تعليم عن بعد في كثير عندهم مواهب هاي المواهب متفونة فإحنا لا بهمنا بحرير انه احنا نحيي هاي المواهب نخلي كثير طلاب ما بتعطوهم ممكن في كثير يعني جهات ما بلاقوا الفرصة انهم يعبروا عن مواهبهم احنا عطيناهم فرصة انه اي طالب واي شخص وطبعا ولسه الفرصة موجودة يعني اي حدا بشوف حاله القدرة انه خلال مثلا يومين ثلاث يشارك بالمعرض احنا منرحب فيه اهلا وسهلا فيه ما عندنا اي مشكلة اي شخص عنده موهبة بالفن موهبة ببناء المجسمات اهلا وسهلا ويعني احنا منتمنى برضو من الاعلام والبلوغر انه يركزوا على موضوع المعرض لانه المعرض رح يكون بس عن طريق البث المباشر والتصوير يعني احنا بهمنا انه اي شخص شارك يلاقي نتيجة للاشي اللي هو شارك انه هو ينعرض فاحنا هلا بدنا نكثف القوة انه احنا نعرض فعاليات المعرض عن طريق اللايف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق المؤثرين حتى يوصل ان شاء الله صوتنا بشكل اكبر نعم ان شاء الله طب كيف بدنا نعرف عن المعرض كده نعرف ايش هو البث المباشر للمعرض كيف ممكن نتواصل معاني هاد يعني ستة احنا كان مقوي بعيوننا انه احنا نقدر نجيب طبعا شكرا لرؤية دائما هي حفتازة ودائما هي شريكة من بدايات حرير وهي مقامنة بالاشي اللي عم نعمله اكيد بدي يكون هو زي تقرير يعني بيجي المصور اليوم عم بصور المئوية حتى لو ما في حدا هو صوره والناس صارت شوفه عن طريق الانلاين عن طريق الفيسبوك عن طريق حتى عملنا اشي كمان التواصل لهذا المئوية انهم يشوفوه احنا من مين بندعم بندعم من اللي عندهم متابعين انهم هم يوصلوا الرسالة احنا اليوم بدنا خلينا نبتكر بشغلات كبيرة صراحة خلينا نوقف مع بعض خلينا لانه نركز على المئوية بدنا نشوفها اليوم احنا عم نشوفها بس عالم ومنشوف شعار مئوية خلينا اليوم نبتكر صورة جديدة انه كيف المئوية هاي تختلف عن مئوية تاني نعم المئوية لالادن هي اردن بس احنا بدنا نبتكرها بالعين لانه صراحة يعني مدفونة خلينا نسلط الضوء عليها صراحة وانحنا بنعزم جميع التواصل الاجتماعي احنا كمان بعثنا كمان لوزير الاعلام بموضوع انه يهتم بهاي المئوية طبعا وطبعا ان شاء الله نأمل انه ان شاء الله انه يعني ولي العهد يكون موجود ان شاء الله احنا ان شاء الله تواصلنا وان شاء الله انه يكون من نصيبنا لأنه بدعم الشباب وأنه مهتم بموضوع الشباب المعطاء في هذا الوطن الجميل وجودكم طبعاً أكيد 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 بنتشرف كمان يعني أكيد بنحب نعرف شوي عن محتويات المعرض يعني حضرتك ذكرت في مشاركات من طلاب في مشاركات من فنانين فإيش ممكن أن نشوف مثلاً هناك لوحات هل هناك أعمال مثلاً تشكيلية؟ هلأ حيكون في قسم للوحات بشكل أساسي لوحات كلها وطنية زي ما ذكرت لك هاي لوحات مرسومة من قبل طلاب بالمدارس من قبل طلاب جامعات من قبل برضو أفراد متطوعين من المجتمع المحلي برضو في معلمين مشاركين رح يكون في قسم للمجسمات هاي المجسمات في منها إشي بعبر عن مئوية إشي بعبر عن المعالم السياحية مثل مجسم للبترة مجسم لشهداء الوطن احنا كمان بهمنا أن نشتم رائحة شهداء الوطن في المعرض ونشوفهم برضو بعيوننا عرض الواقع رح يكون برضو في قسم للتراث للأزياء التراثية قسم للأعمال اليدوية للخزاف للنحة إن شاء الله يعني زي ما تحكوا معرض رح يكون متكامل من أكتر من مجال وفيه كمان قسم خاص رح يكون في عنا ستيج شاشات لعرض المواهب لعرض الفيديوهات لعرض التقارير رح يكون في عنا عرض على الستيج من فرق في عنا مسرحية في عنا أوبرات في عنا مقاطع غنائية برضو كلها بتعبر عن حبنا للوطن جميل جميل أنا يعطيكم ألف عافية أنا يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله كل التوفيق لكل المبادرات اللي بتقوموا فيها وأكيد هذه الدعوة مننا إنه كل الأشخاص اللي حابين يشاركوا أمين يتواصلوا معاكم حتى يكونوا موجودين معاكم شكرا جزيلا لأيكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا شرفتونا